السلام عليكم السلام عليكم سلمة من قناة سلمة صلومي المطبخ والإبداع اذا اول مرة تشوفوا القناة نتمنى تشتركوا فيها اليوم جبت لكم مصفة محنشة السهل حاجة تقدروا تديروها للصهراء مع كاس تاي وش نقول لكم روعة ما تديش بزاف المكونات ما تديش الوقت في التحضير سهلة وبنينا نبدأ بالمقادير وش عندي هنا يا البنات شوية درتها بالكاوكاو تقدروا تديروها باللوز عندي هنا يا ست تلاث كيلات كاوكاو تديروها مع كيلة سكر انا هنا كيلت بالمغارف درت ست مغارف كاوكاو مع زوج مغارف سكر عادي اذاك سكر الحرش وراح نلمهم بمظهر هنا يا الكاوكاو درته ما هوش خشين بزاف وما هوش عرقيق طول طول يعني جاي شوية هنا يا البنات في السحن راح نخلط الكاوكاو مع السكر وهنايا راح نزيدلو النكهة تعلوز لا راوما ذاك تعلوز شوية تعلوز الحلو اللي تبغي تدير تعلجوز ولا ديرو تعلافاني درت لها شوية زبدة باش ماتي بسليش هذيك الحشوة وراح نقعد نخلط فيهم حتى يتخلطهم ليح وكشور لذاك سكر يدخل يعني مع الكاوكاو ونبدأ اللم بالمظهر ما هيش يعني حتتلم هكا تدخيلوها زعماكي العجينة كعاد الكاوكا وما هوش هذيك الارطب لكالارطب تولي كيما العجينة كعاد جا هكا شوية حرش غير تتبلل كيما نقولو ما تبلوهاش بزاف بزاف ما تخليوها الشايحة هنايا راح نجيب الديول منحيهم منحل الديول التاعي اذا تخدموهم في الدار ديرو تعالدار انا درت تعشري راح ندير هنايا درت ثلاث ورقات تعالديول ونجيب هذيك الخليط شوفو كيف حطيتهم حطيتهم كشغل فوق بعضاهم مش فوق بعضاهم حذا بعضاهم وليكوتي يقيسوا بعضاهم هنايا مل تحت طول نعمر هذيك الحشو يعني كيما راكم تشوفو فيه هكا طول ونبدأ ندور هذيك الأوراق تاعديول هنايا الطول المحنشة تاعكم انتم ما تتحكموا فيه اذا تبغيوها طويلة بزاف ديرو ربعة خمسة ديول ولا تقدرو تديرو هكا بالتلافة وتلصقوهم في بعضاهم هكا يعني خدمو بشوية ديروهم من الاحسن هكا ديرو بشوي برك بش ما يتعبوكمش في الخدمة هنايا جبت المقص راح ننحي هذيك الطرف لي ما فيهمش الحشو هنايا البنات تقدرو تديرو هكا شاريت واحد اخر وتلصقوهم مع هذا وما بعدها تبدأ تدورو هنايا راح نبدأ ندور كيما راكم تشوفو من برا يعني وحاولو برك ديروهم ليح اضبطوه شوية اضغطوه عليه شوي بش ما يتحللكمش هكا ومبعد هنا يجبت كيردون هذا كتع سنين ولصقت على الاخر بش ما يتحلش هنايا ضوبت شوية زبدة وراح نعمر هذيك المحنشة التاعي كشور نحاول انو الزبدة تقيس البلايس الكل هنا ولي جيبت بانسو ودرت البلايس اللي راهم قاعدين ما فيهمش سمن باش كل يتحمروا كيف كيف في الفرن طيبوها هنايا ندخلها الفرن ونديروها في النص وديروها على هكا تقريبا مئتين درجة مئة وثمانين درجة معليش حتى نتشوفوها ولا تضاغي تقولي واحد اللون هكا ذهبي يعني ثم نحيوها من الفور ها هيكي هنا نحيتها من الفور ثم نحطها الساعة على ورق اذك المطبخ ورق ماص بشي تشرب شوية هذه كل الزبدة ما تجيش مبعد كشغل مدهنة بزاف هنا يدرت لبنات عسل عادي العسل ودرت له شوية ما ظهر كلش في البارد هي سخونة والعسل البارد مش ما تتعجن شبه ما تجيش سخون مع سخون جيكم معجنة ندير لها هذك العسل كي ما قلت لكم راه هو بارد خلط له شوية مظهر شوية برك وراح نعسلها مليح ونخليها حتى نتشرب هذك العسل التاحة تقدروا تديرهم هكا حبات صغار يعني كل واحده والحبات تعوه هنا يا البنات تزين تاك شوية ورد شوية درت له هذك الكوكا ومن فوق يعني جات تهبل جي مقرمشة هكا من بره والداخل جي الحشو هذك تري ويجي مع السلم جي بزاف بنينة انا عجبتني وان شاء الله حتى تتمات تعجبكم الوصفة وتحاولوا تجربوها ما تنسوش اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو التاع اليوم تخليولي جامع الله فيديو اذا اول مرة تشوفوا القناة نتمنى تشتركوا فيها خليكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة